أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فاهمي حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفقا لمبادئ الشرعية الدستورية جاء ذلك خلال كلمة رئيس المحكمة بالمؤتمر الصحفي بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 فلقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني لأحدثكم حديثا موثقا عن تفعيلي وإنفاز وأحكامي وقراراتي هذه المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوسيقة الدستورية القائمة التي تقبل دوما تطويرا وتعديلا يتوافق مع اعتبارها وسيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلة للدولة والمواطن معها